معركة حريب لم تنتهي ولن تنتهي أيضاً بشبوة ترجل الفارس وآخر المحاربين وحرس الثورة وساحتها في صنعاء وآخر أبطال الجمهورية في معركتها الفاصلة ضد الإنقلاب على الدولة وسرقتها استشهاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبد الرب الشدادي في سرواح وبالقرب من ضريح أحد أبرز رموز ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الشهيد علي عبد المغني لا يمكن لكلمات أن ترثي الشدادي الذي تم تعينه قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة في أوائل منتصف إبريل 2015 بعد شهرين من انقلاب ميليشيا الحوثي واجتياحها للمدن والمحافظات حين سقطت صنعاء وعدن وبقية المحافظات ظلت مأرب عصية على السقوط وحين سلم جميع القادة العسكريين وباركوا سقوط الجيش ومؤسسات الدولة رفض الشدادي ذلك السقوط وأعلن وقوفه واللواء العسكري الذي كان يقوده والشخصية القبلية في مأرب ضد فكرة الاستسلام والتسليم للميليشيا وفي كل المعارك الممتدة من مأرب إلى الجوف ونهم كان اللواء الشدادي حاضراً في صفوف الأولى وسط المقاتلين ولم يغادر ساحة المعركة كان يقاتل إلى جانب الجنود كمحارب اعتادت تضحية بهدوء وصمت لطالما تحاشى الشدادي الكاميرات ووسائل الإعلام كعادة المحاربين من أصحاب القضايا الكبيرة لم تغره الأضواء ولم يتخلى عن وعده بهزيمة الانقلابيين والدفاع عن الثورة والجمهورية أصيب الشدادي أكثر من مرة وكان يعود مباشرة للجبهة وكأن شيئاً لم يكن وحين كان بقية القادة العسكريين يكتفون بالحضور لالتقاط الصور كان هو يعود إلى الجبهة لإكمال مهمته والبقاء قريباً من جنوده قبل معركة سرواح تعهد أن لا يعود إلى منزله إلا بعد تحقيق النصر أو ينال الشهادة وهو ما حدث اليوم